السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتمنى هات الفيديو يلقاكم باخر و الاخر اليوم اجبت لكم فطائر مالحة بجوج دي الحشوات كتجي هات الفطائر اللي ده بزف خصوصا درت هات الفطائر بالعجينة السحرية اللي رجعت من جديد ان شاء الله تلقى ورابي ديالها صندوق الواصل بالنسبة للحشوة الاولى عندي هنا يمقلا درت فيها خزو محكوك بالحكا كرقيقة القرعة الخضراء احتهي ودرت معهم الزيت والملح والبزار غادي نخلي الكل حتى كتشحر مزيان ومن بعد غادي نضيف له كيمياء ديالكفتة وبنسبة للحشوة التانية عندي هنا يبططة اللي غادي نديرها في الماء والملح غادي نخليها حتى كتسلق وكتطيب وبنسبة للجزر والقرعة الخضراء كيف ما كتشوفوا بعد ما تشحروا فانا ضفت لهم كيمياء ديالكفتة ممكن تضيفوا طون ديال سيت ولكن حتى كتطيب هاد الحشوة وكتحيدوها ومن بعد كتطيفو الطون ضفت عليهم زيتون خضر مقطاع ومعلقة صغيرة غير مملوءة ديالهريسة وغادي نخلي الكل تشحغير واحد جوج ديالطقيق ومن بعد غادي نحيد الحشوة غادي نخليها تتبرد فهي هادي وبنسبة للبططة بعد ما طبت انا نقيتها ومعكتها مزيان وضفت عليها جوج ديال الحبات ديالفرماج الملح والبزار وشوية ديال الكمون ومن بعد غادي نمشي باش نضيف عليهم علقة كبيرة ديال الزبدة ضروري ان نخدمو هاد المكونات والبططة كتكون سخونة وغادي نضيف حبة وحدة ديال البيض على حسب الكيمياء ديال البططة اللي انتم ما مستعملين فانا هنا درت ربعات الحبات بعد ما خلطت هاد الحشوة كيف ما كتشوفو كتجيب حل كريمة ضروري اننا نديرو هاد البططة كتجيب حل كريمة ما تجيش نشفة وغادي مشي باش نعمر هاد الفطائر عندي هنا يا العجينة السحرية كيف ما اذكرت لكم هذي هي العجينة السحرية الخاصة بالفطائر الحلوة والفطائر الملحة كنسبق لي وقدمتها في القناة وهاد العجينة فارجهات من جديد في الفين وثمانتاش ان شاء الله غادي تلقى الرابط ديالها في صندوق الوصف غادي مشي باش نشكل كويرات اللي غادي نعمر بها هاد الحشوة ديال البططة فبعد ما درت الكويرات اللي انا محتاجهم غادي نحاول انني نطلقهم بالدلت ضروري اننا نديرو العجينة تكون شي شوية رقيقة بعد ما طلقت العجينة بهاتشكل فغادي مشي باش ناخد الحشوة ديال البططة وغادي نوضعها في صدروري اننا نديرو الكيمياء ديال البططة كتكون كتيرا غادي نقرب لكم هنا بشوفوا معي الطريقة غادي نحاول انني نجمع هاد الجواني بهاتشكل فهي طريقة سهلة وكان حصل على فطائر اللي شكل ديالهم وحتى المدق كي يجي رائع بزاف غادي نحيد هاد العجين اللي كتبقى زيدة في التحت باش هكا كنحصل على فطائر اللي كتجي فيها الحشوة تيرا على العجينة من بعد غادي نحاول اني في الطلسة كانت لق هاد هاد الكورة اللي عمرت بالحشوة ديال البطاطة كان سبق لي وقدمت لكم بحال هاد شكل ديال فطائر غير هي شكل ديالهم شي شوية مغاير على شكل اللي غادي نقدم لكم اليومه فكناخد السيكين وكان وضع واحد الكاس في الوسط وكان اقطع هاد الشكل كيف ما كتشوفوه على ثمانية من بعد اختيت هنا يلا طالي كتخلف الراندرت لها ورق الزبدة وضعت هاد الك الفطيرة في الوسط ومن بعد كان بقى ناخد هادوك الجوانيب وكان لويهم وبالنسبة لطريقة الاولى اللي كنت قدمت لكم شحال هادي في القناة فكنت كان حل هادوك الجوانيب باش كتجي البطاطة بينه كيجي شكل ديالهم مغاير من جاء الله تلقاه الروابط ديال هاد الفيديوهات في صندوق الوصف غادي نعود مرة اخرى طريقة فكناخد كرة ديال هاد العجينة السحرية وكنتلقها بدلك على شكل دائري ومن بعد غادي مشي باش ندير الحشوة في الوسط كيف ما كتشوفوه فاضروري نديروه حشوة ليه كتيره باش هكا كيجي هنا الفطائر عامرين وكيجي ولدات بزاف تنحيد هاداك الفائد اللي بقى ديال العجينة وكنتلق هاد الكورا كيف ما كتشوفوه فما نديروهاش الخيقه بزاف كنتلقها غير شوية كن نضعوه الكاس في الوسط وكنقطعوه بواسطة سكين بهات الشكل ومن بعد غادي ناخدها وغادي نديرها في لطالة كتخل فراد وغادي نحاول انني اللويها بهات الشكل كندورها غير دورها وحدا كيف ما كتشوفو فانا هنيا غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الفطائر اللي انا بغيت نحصل عليهم فكيف ما كتشوفوه بعد ما كملتهم غادي ندخلهم الفران وكنكن تضخن الفران من قبل وطفت عليه النار وغادي نخليهم حتى كي يخمروا لان الجو بارد فالت سنين لهم يخمروا وغادي اخدو مدة اللي هي طويلة وبنسبة للفطائر الاخرين اللي غادي ندير فيهم الحشوة دي الخضر فكنا اخد العجينة وكنتلقها بشكل دائري الى بغيتو تحصلوا على فطائر اللي صغيرة فكتصغروا الدائرة كتديروا غير كيمياء قليلة دي العجينة ومن بعد غادي نقطع هاد العجينة على مثلتات كيف ما كتشوفو فانا درت ربعه المثلتات كبار وربعه صغر لاناني غادي ندير جوج اشكال دي الفطائر من بعد كن أخد سيكين وكنقطع ثلاثة المرات كيف ما كتشوفو نقطع هذا الفوق وكنوضع الحشوة في هاد الجيهة كيف ما كتشوفو ان شاء الله هاد الفطائر تجربوها لانها لي دا زاف وخصوصا وانا تش şeyler فيها سمحوا لي بزاف شدتني الكحة فكيف ما كتشفوه فهي فطائر اللي كتجي رائعة بزاف خصوص كيف ما اتكرت لكم غادي تنفعكم في شهر رمضان كيف ما كان عرفوه في شهر رمضان فكان بغيو بزاف ديال الاشياء اللي كتكون او الوصفات اللي كتكون ملحبات الشكل فكيف ما كتشوفو كان قطع بسفكين على ثلاثة وكان وضع الحشوة ومن بعد كان نطويها بعد شكل وبنسبة للشكل الثالث اللي غادي ندير كان اخذ الموديلات وكان قطع لها هاد الفوق بهاد السيكين وكان وضع الحشوة وكان لويها على شكل كواصون كيف ما كتشوفو فهي فطائر اللي كتجي غزالة بزاف وسهلة في تحتر ديالها وبنسبة الناس اللي سوينو لها هاد العجنة السحرية واش ممكن نحطفدو بها في المجمد فانا كنصوبها بكيميا اللي هي كتيرة وكان حطفدو بها في المجمد فوق ما كان نحتاجها كان ناخدها وكان نجبدها حتى كترطب ومن بعد كان نخدم بها بعد ما خمروا هاد الفطائر فانا كان ندهنهم خديت هنا يا بيضة كاملة وضفت لها سلسة سوجة ممكن نطيفو شوية ديال الخل الابيض او شوية ديال الحليب غدني ندهنهم زيان كيف ما كتشوفو وبالنسبة لهادو اللي عمرت بالباطا فانا كان اخد الخشخاش او البافو وكان نزين هاد الغسط وغادي نوضعهم في الفران باش كيطيبهم الاسفل ومن الاعلى وبالنسبة لهاد الفطائر الاخرين حتى هوا ما كيف ما كتلاحظو حتى هوا ما اراهم خمرو الى بغيتوا تصغروا هادا الحجم ديالهم فكتديروهم صغر من هاكا حتى هوا ما دهنتهم وبالنسبة لهادو اللي بحل كواصو كندلهم حتى هوا ما لكطافو غادي نديرهم ميتابو ونوري لكم الشكل ديالهم النهائي في الفطائر بعد ما طابو فهما هادو الشكل ديالهم كيجميل بزاف بنسبة لهاد الشكل اللي عمرت بها الطريقة بعد ما طابو قدرت لهم الفرماج حمر من الجوانب ودخلته حتى ذب وهادو هوا ما الفطائر اللي كيجي ورائعين في المنظر ديالهم وحتى المدق ديالهم اللي عمرين بحجوة ديال البطاطا وهادو هوا ما الفطائر اللي شكل ديالهم شكل كواصو حتى هوا ما كيجي وزويني منزاف وارطبين فكنتمنى انكم تجربوهم وما تنسوش تخليوها اللي في تعليق ديالكم إلا جربتوهم وكيف ما كتشوفو هادو العجينة السحرية كيفاش كدجي فهي كدجي ارتبة بزاف بحلقتا ان شاء الله غادي تنفعكم في شهر رمضان فانا غادي نصوب لكم بزاف ديال الفطائر بإذن الله بهادو العجينة فكنتمنى ان هادو الفيديوين الاعجاب ديالكم وكيف ما كنقول لكم دائما فبرتجوا هادو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في الواتساب وفي الفيسبوك لتعم الفائدة نطلقوا بإذن الله في فيديو قادم وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير اشتركوا في القناة